السلام عليكم أشخباركم أموركم هانيا كنتمنى تكونوا كلكم باخر وعلى آخر وبيئة مصحة كثيرين مع شيء حرارة أموركم هانيا اليوم إن شاء الله سنشركم معكم طريقة تحضير المربة ديال الخوخ بطريقة سهلة ونازحة تبعوا جميع المراحل إن شاء الله سننجح معكم فبالنسبة لي أنا كنصيبوا كيبقى لي على طول العام ما كيخسرش بهالطريقة فكنتمنى منكم تجربوه وكيف تعالى نبدأ بالصلاة تعالى نبينا عليه أبطل صلاة والسلام بسم الله على بركة الله عندي هنا كمية جوش كيلو الخوخ غسلته مزيان وخليته تسقطر ودائما نغسله بالماء مزيان وشوية الخل نضيفه مزيان ونضيفه تسقطر فأنا اختارت الخوخ نضغط عليه ونلقى هرطب نقطعه نضيفه ونضيفه كامل ونقطعه كامل ونرجع معاكم لا تنسونيش من تشجيعاتكم أخواتي الله يجازيكم بالخير هنا سريت من تقطع الخوخ انا عندي كيلو سكر ساندة المهم دائما على حسب الكمية نضيفه نضيفه كل كيلو سكر ساندة يأتي هو هذا عبرت لكم بالكوكوس 6 كوكوس عمرين جيد وزنه 1 كيلوغرام هنا نضيفه سكر ساندة لديك يوضعه ساندة لكي يتضب وكي تلقى المميهات هنا يصبح هذا صبح مبروك كيف لا تشاهده بالتلاجة حيث تدخل الحال دارو كنوضعه ثاني واحد القبيصة نصف حامضة عصير نصف حامضة كمعاقب لا يجعله لكم فتيرنا يخسر وعندي القراعي اللي عقمتهم بالماء طيب فشحل من خطرت شاركت معكم تعقيم القراعي الزجاجية في القناة سوف نضيفه على نار مهيلة حتى يخرج الكوكوسة نحرك ونجعله طيب المهمة يبدأ الخوخ طاب سوف نطفي عليه ونجعله برد وكيف لا تشاهدوا معي في الصباح هذا الطويزين كيف يبدأ لكم فأنا سيبتك واحد الطويزين بالبطاطة والزيتون فأنا خليت الخوخ حتى برد على راحته سوف نطحنه خصوصا إذا قدرتوا الكأس لنخلط الكهربائي سوف يترس لكم خليوا الخوخ حتى برد ونطحنه وهنا وهذا المرحلة سوف تبقى لكم اختيار ممكن تطحنوهم جيدا أو لا تجعلوها في طريفة الخوخ على حسب الرغبة سوف يكمل طحنته كامل ونضعه ثانية طيب على نار متوسطة ومع التحريك كل شوية سوف نحرك لن يتحرق و هناك البطاطة تحمرتها غير في الفران سوف تشاركتها في القناة سوف ترجع للفيديو هذا القدم سوف تجعله سوف نجعل لكم خوخ طيب بالنسبة للبطاطة فأنا خضرت بها الطويزين بعد حمرتها في الفران و هناك خوخ طيب سوف تكون هذه الكشكوشة وهذه الرغبة سوف نحييدها كاملة فهي لا تجعل المرببة يصبر لذلك سوف نحييدها كاملة لا تجعل منها حتى شيئا لذلك سوف يكون المرببة لا يخسر على طول العام بالنسبة للمرببة من العام لذلك سوف نفتح القرعة سوف نجعل المرببة جيدا لذلك سوف نعطيكم جميع المراحل والنصائح لذلك سوف ينجح معاكم و هنا كيفما تشوفوا معي المرببة فهو طاب تقريبا غشوية سوف نطفي عليه كيفما تشوفوا الفوقعات يبقوا يطلحوا على برادية الكوكوت الفوق البوتاجي يعني انه سوف ينشف و طاب خضاوقيته في الطياب فبالنسبة لهذا الوقت نصيبوا هكا كل اخطرة انا كنصيب هكا كل اخطرة كنصيب هكا و كنصيبوا هكا في القراعي معاكمين سوف يبقى على طول العام كيفما تشوفت معي وضعت شوية المرببة و ادوصت الصبع سوف ينبقى سائل لا تستطيع السائل سوف ينبقى سوف يوجد معا اخضح قف الطياب و هنا المرببة يكون باقي سخون يلا طفيت عليه و القراعي كان نكون منشفهم مزيان خرجتهم الشمش بعد ما عقمتهم حتى نشفهم مزيان و هنا نعمر القراعه مزيان بل كونفيتير و نأخذ واحد الورق و نمسح القراعه مزيان باش ما تصداش لنبدك الفزوقة للمرببة صافي و نغلق القراعه مزيان نحاول نحكم الإغلاق قدر الإمكان سوف نقلبها نعمر القراعه مزيان تقريبا جوج كيلو و يحضر لنزلفه مزيان هنا نعمر القراعه مزيان سوف ينمسحها و نسدها نحن صده مزيان ننشد بل سربية حتى القراعه سخونة و هنا نعمر قليلا نعمر قليلا خرجتنا و كيف ترى معي فأنا رضيت فيه البال كيف ما كتبال لكم الكوكوط من الداخل ما محروقش اخضح قف الطياب هذا هو الشكل دياله فسي الله بقي سخون وخليتوا حتى بردعو ثاني واحد شوية وعد صورت معاكم كيكون هذا هو الشكل النهائي والكمية اللي اعطتني جوز كيلو جوز قرعي كبار ففيو زليفة بصراحة يجيزوين والديد ما تقنعوش منه وبيضون ما وضحها فيضة وصبر ليكم عام او اكتر حتى تحلو اي قرعة فتحتوها حتى تدخلوها لتلجح تكملوها اما الى بقى هكذا مسدود كي يبقى على طول العام وهنا فأنا كنت زيت لكم زليفة كي تشوفوا اللوية لكم في تير وبصراحة اللون دياله كي يشهي وفي الماضي قلدي بزاف كي يكون هذا هو الشكل دياله النهائي فجربوه بصحتكم وراحتكم وما تنسونيش منتج جاعتكم الى عزبكم الفيديو واكد بارتاج للفيديو بستعمل فائدة مع الاهل والاحباب وفي المواقع ديال التواصل الازتماعي وده باك نقول لكم تهالله وفي ريوسكم وفي الصحيحة ديالكم الى فيديو قادم انساء الله